يعني يتجدد تقابلها نذر عواصف قادمة ثورات تطيح بالطغاة بنجاح يحمل بذور الإخفاق ويستبدل دبابات حقيقية بالطغاة المدنيين من قدام الجنرالات طيف واسع من الأدوار قطباه حماية المحتجين وقصفهم بالطيران اختلفت ردود الأفعال والدرس واحد فلا ثورة تنجح من دون جيش يختار أن يصطفى إلى جانب الجماهير دعم للحراك أو عصياناً لأوامر بعزل حاكم مستبت فلماذا اختلفت ردود فعل المؤسسات العسكرية تجاه انتفاضات الربيع العربي؟ كيف تحولت بعض الجيوش العربية إلى كيانات أمنية وطائفية ومؤسسات الاقتصادية؟ كيف تعامل العالم المتقدم مع معضلة الجيش والسياسات؟ كيف تبدو أفاق الموجة الجديدة من الإقلابات بعد نصف قرن من التحرر الوطن؟ أفاق الموجة الجديدة من برنامج أفاق الموجة الجديدة تقدير موقف من الدوحة نتناول فيها بالنقاش العلاقة الإشكالية بين الجيوش والسياسة في ظل الموجة الجديدة من الثورات العربية والانقلابات العسكرية نرحب أولاً بضيوفنا هنا في السيديو الدوحة الدكتور بدر الشافعي أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا والدكتور حسن الحاج علي أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية جامعة الخرطوم أهلاً بكم جميعاً وقبل أن نبدأ النقاش نستعرض بعض أوجه العلاقة الجدلية بين الجيوش والسياسة في المنطقة العربية في التقرير التالي عود على بدء هي دورة حياة الدولة العربية حلقة مفرغة تسلم فيها النهاية المتوهمة حتماً إلى نقطة البداية دبابات تسد الطرق وتتعذر معها الرؤية هي جل ما تحصل عليه جماهير هاتفت يوماً من أجل الحرية وشعوب أرادت إسقاط النظام معضلة قديمة لا تبدو لها إجابة في هذه البقعة من العالم وإن صارت مجرد تاريخ أو فرعاً من المعرفة النظرية في بقاع أخرى فأشواق التغيير تصطدم دوماً بمحطة الجيوش وترسم نتائج صدامها مآلات الحراك لا محالة ربما كانت الأزمة تكمن فيها شاشة الدول وعد الاكتمال بناء المؤسسات وغلبت العقلية الأمنية على مناح السياسة عوامل ساهمت جميعاً في الانهيار الاقتصادي والسياسي لهذه الدول عبر العقود ومن ثم حتمية الثورة ابتداءً وهي حراك عفوي يستهدف هدم أشباه أنظمة فإذا به يرتطم بمستويات من الحلول الأمنية بين أجهزة الشرطة والميليشيات وحتى المواطنين الكارهين ولا مناصة إذا صمد الحراك واستحال ثورة شاملة من مرحلة مواجهة المؤسسة العسكرية اليد الطولة في حراسة الدولة وهنا تصبح الكرة في ملعب الجيش بقياداته المحسوبة ولا شك على النظام الذي يرجو دعمها ولا يأبه غالباً للثمن فمن القرار بحماية الثوار في تونس ولدت ديمقراطية الناشئة تكتفي بصراع بين المدنيين ومن القرار باستيعاب الانتفاضة الأولى في مصر تحركت الثورة بخطاً وإيداً نحو الشقاق ومنه دخل العسكر ليستعاد القمع أضعافاً مضاعفاً ومن الانقسام في سوريا واليمن اندلعت الحروب الأهلية وضربت الشعوب بالبراميل المتفجرة اختلاف قد تفسره علاقة كل جيش بدولته وتاريخ انخراطه في السياسة منذ موجة التحرر الوطني والتأسيس تتعدد الردات وتبقى القاعدة واحدة لا نجاح لثورة في دول جرفها حكم الفرد المتطاول من دون قرار واع تتخذه المؤسسة العسكرية إما بلزوم الثكنات وإما بحماية أحد طرفي الصراع من الآخر أبدأ معك دكتور حسن الحاج علي اختلفت بلا شك ردود فعل الجيوش في البلدان التي شهدت ثورات ما يسمى ويعرف بالربيع العربي الجيوش التي وقفت إلى جانب الثوار ماذا كانت دوافعوها؟ هناك عدة عوامل تؤثر في موقف الجيوش من الثورات العربية في اعتقادي السبب الأول متعلق بالثقافة السياسية لهذه المؤسسات العسكرية على سبيل المثال التجربة السودانية تجربة ثرة في هذا المجال هناك ثلاث ثورات في السودان 64 و85 و2019 في كل هذه الثورات كان موقف الجيش حاسم في الانتصار وهو وقوفه إلى جانب المتظاهرين إلى جانب الثوار في الحالات الثلاثة فذلك لديه تأثير واضح في حالات أخرى انقسم الجيش فيها لأسباب عشائرية أو طائفية أو مثهبية يعني مثلا عندنا في الحالة السورية جيش هو جيش عقائدي وطائفي أيضا ويشكل أغلية لذا موقفه كان مناوئ لثورة منذ ابتداء وأصلا يوجد إرث في التعامل مع الثورات الشعبية صحيح سوريا عندها تاريخ طويل في الانقلبات العسكرية لكن هذا الإرث غير متوفر هذه نقطة نقطة ثانية هل تشكل وسط النخب يعني الطريقة التي تفاعلت بها النخب مع الثورة نفسها هل تشكل مجتمع سياسي يعني في أكثر البلدان في مجتمع مدني لكن المجتمع السياسي ما يتشكل بمعنى أنه القدرة على المساومة والتفاوض وتقديم التنازلات في هذا الصدد أنا في رأيي تونس يتمثل هذا النوع استثناء استثناء لأنه يديها مجتمع سياسي مجتمع مدني مجتمع مدني حيوي نعم لكن في اعتقائد أن المجتمع المدني خطوة أولية للمجتمع السياسي فهذا أيضا سهل هذا الصدد النقطة الثالثة أيضا هل خروج الشارع يمثل أقلبية أو جماع المواطنين أم لا لأنه في كثير من التظاهرات التي تحدثت في تاريخ الشعوب المختلفة لكن لم تشكل تحديد للنظام برمته لم تكن ضاغطة بالشكل الكبير الذي يستميل الجيش الوقوف إلى جانبه نعم أيضا الطريقة التي تفاعل بها الجيش نفسه مع الثورة حال التغيير كان تغييرا شاملا الثورات في عرف الأدبيات التي كتبت أن تكون الثورة شاملة في المجالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن نلاحظ أنه في عدد من الثورات التغيير كان فوقي لرأس النظام لكن النظام بحاله بقي كما هو وبالتالي هذه ليست ثورة تعرف في الأدبيات لكن تغيير سياسي انتفاضة عقب تغيير سياسي فوقي لكن لم يأتي على تغيير شامل مثلا مثل الثورة الإيرانية التي أحدثت تغييرا شاملا في الثورات الثورة الصينية والثورة الروسية حديثنا يركز على الثورات العربية والجيوش العربية بكر مدر الشافعي هل كان للسياق التاريخي الذي أسست وأنشئت فيها الجيوش العربية والأدوار التي لعبها على مدى العقود التي لحقت الاستعمار ثم بناء الدول الحديثة هل كان لكل ذلك تأثير على الشكل الذي تدخلت به الجيوش العربية في الدول التي شهدت الثورات هو بالفعل طبعا أن أحد العوامل المؤثرة في تحديد موقف الجيش من الثورة أو الحراك الشعبي أو الجانب السياسي بصفة عامة هو عقيدة الجيش نفسه ورؤية الجيش لنفسه ورؤية الجيش للدولة ورؤية الجيش للمجتمع أحيانا الجيش يرى أنه نشأ قبل وجود الدولة المستقلة عن الاستعمار يعني الجيش المصري هو جيش سابق وعن مثلا ما حدث في 52 و56 هو الاستقلال الفعلي للدولة فبالتالي هو يرى أنه هو صاحب الفضل في تأسيس جمهورية الضباط الأحرار وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتولى منصب الرئاسة ويتولى سياسة حد فهذه نقطة مهمة جدا 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 ويوم ما حدث أنه يعني نوع من الأبوية بالضبط الفاظر استيت اللي هو السلطة الأبوية أنا هنا جيش مش حامل البلد جيش متدخل جيش هو المتسلط هو صاحب السلطة الحقيقية حتى وإن كان هناك مدني فهنا دي نقطة مهمة جدا أنه هو أيضا كيف ينظر الجيش للمؤسسة التنفيذية أو كيف طبيعة العلاقة ما بين الطرفين عندنا مؤسسة عسكرية ومؤسسة التنفيذية أو السلطة الحاكمة الطبيعي أن الجيش يكون أحد روافدها ويكون القائد دايما بتاع القائد الأعلى هو رئيس الدولة كيف العلاقة؟ هل في نوع من التوافق ما بين الطرفين؟ ولا في التباين ما بين الطرفين؟ كيف ينظر لهم؟ هل فعلا يقربهم بحيث تكون هما الزمرة الفعلية المقربة لهم على حساب حتى الحزب الحاكم عنده؟ ولا هو بيرى أن هناك أطراف أخرى بيعتمد عليها سواء في الداخل أو حتى في الخارج ودي نقطة مهمة سنتحدث عن العامل الخارجي فبالتالي هذه طبيعة العلاقة هي التي تحدد هذا الأمر وبالتالي لو مثلا سقطنا هذا على الحالة المصرية تحديدا كانت أحد أسباب انضمام الجيش إلى الثورة ثم الإنقلاب عليها بعد ذلك في البداية هو قطع فكرة التوريث لأن كان حيأتي جمال مبارك من خارج المؤسسة العسكرية بالضبط كده وليس هذا فقط يعني مش فقط أن هو الجانب السيادة أنهم يأتمروا بأمر مدني ليس هذه القضية في حزب وإنما النخبة الجديدة التي جاء بها جمال مبارك أن هي الليبرالية الحديثة ستؤثر على مصالح الجيش الاقتصادي وهذه النقطة المهمة مصالح الجيش الاقتصادي هنا أيضا ستؤثر إيما هيؤثر على النفوذ السياسي لم تكن مسألة مبدأ وبالضبط كده بدليل ما شاهدناه بعد ذلك وانقلاب الجيش وحتى في المرحلة الانتقالية ومحاولة هيمنتها ممكن كلام كثير فيها زرانة دكتور إبراهيم طبعا باعتقادي سألت أصبت في التشخيص ليلة بقضية اللي هو البعد التاريخي في هذا الموضوع أتفك معي الزمناء بأن لكل دولة هناك ظروفها التي نشأ بها والتشكل بها الجيش والطريقة العقيدة التي بني عليها ورؤية الدورة والآخر ولكن هناك قاسم مشترك ما بين الجيوش هذه كلها وهو يعزى إلى البعد التاريخي المتمثل في شكل البنيوي لولادة الدولة ما بعد مرحلة الاستقلال بعد حروب الاستعمار وهي ما نسميها الدولة التي ولدت ما بعد الحركة الاستعمارية التي سادت في منتصف الأول والاستقلال قرر عشرين ولد عندنا دولة مشوهة هذا بالمناسبة قاسم مشترك ما بين الدول العربية جميعا بأن هناك ولد دولة مشوهة بأي معنى أن هذه الدولة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع هي تقوم على أساس فوقي أبوي كما ذكرت أن هناك الجيش هو المسؤول هو الحامي هو الذي يتبنى الدولة لم يولد ما بعد مرحلة الاستعمار لم تتطور العلاقة ما بين المجتمع والدولة بشكل طبيعي بمعنى أن يكون هناك كما هو شبيه في ما بعد الثورة الفرنسية أو أنه تم صياغة هذه العلاقة بشكل متكافئ أو متوازن من أشكال القوة بحيث أن المجتمع يؤثر بالدولة والعكس بالعكس تماما بالمناسبة هنا أنا أولي أهمية خاصة كمان لدور جمال عبد الناصر وثورة الضباط الأحرار بالتأثيرها على المجتمع العربي ككل بأنه أعطى هذه الصورة الجميلة لإنقلابات العسكرية فهو ثورة الضباط الأحرار وجمال عبد الناصر سوق إلى العالم العربي فكرة أن يكون العسكر هو المخلص هو المنقذ هو الحامي للدولة والمجتمع العربي تقبل هذه الفكرة بالمناسبة تقبل هذه الفكرة وهنا هذا السهل لغياب البدائل أم ربما التركيبة الثقافية والذهنية لهذه المجتمعات عززت هذا القبول العامل الثقافي هو بالتأكيد واحد يعني كما ذكرت على اعتبار أن الدولة التي وجدت أيضا الدولة الخلافة الإسلامية أيضا كانت تحكم بشكل مركزي لم تكن تحكم بشكل مغاير تماما ولكن من المهم اللي هي ما بعد حروب الاستقلال أنه كانت المجتمعات اللي هي مجتمعات مستعمرة مهزومة هي بحاجة إلى منكة وبحاجة إلى مخلص وجاءت ثورة الضباط الأحرار وأعطت هذه الفكرة الجميلة سوقتها للمجتمع العربي بأن هذا هو المخلص والمواطن العربي في الخمسين سنة التي تلت مرحلة ثورة الضباط الأحرار في مصير هو كان يؤمن بهذه الفكرة أن الضابط العسكري الحامل للدولة هو المنكض هو المخلص هذا بالمناسبة الآن هذه الصورة بدت بالانهيار بالتآكل على اعتبار بالمناسبة هذه المرحلة التي أؤرخ لها بهذه الطريقة هي إذا نظرنا إلها آخر انقلاب عسكري اللي نجح بالمعنى العسكري واستمر حافظ على الديمومي والإسرائي هو كان صدام حسين في نهاية السبعينيات واستمر ولكن فيما بعد بالتسينات وبالألفين هي كانت خلص أنظمة مستقرة ما زالت اللي هي بتعاني من مرحلة الجمود الجمود اللي نشأ أنه الانقلابات العسكرية سيطرت عليها وحافظت عليها في النوضة نحن الآن نعيش اللي هي ثورة على الشكل البنيوي للدولة الذي ولد ما بعد مرحلة الاستقلال وهو إعادة صياغة هذه العلاقة ما بين المجتمع والدولة ما بين المجتمع والدولة الدولة المتمثلة بالجهاز العسكري دكتور بدر الشافعي العامل الخارجي إلى أي مدى كان مؤثرا في تعزيز موقف الجيوش من منطلق أنه الفترات الانتقالية عادة تخيف ويعني تخيف من أحداث الفراغ وبالتالي لابد من قبضة حديدية تسيرها وتضبط إيقاعها ولا يوجد في بلداننا العربية من يتمتع بهذه القبضة بين قوسين غير المؤسسة العسكرية لا هي طبعا العامل الخارجي هو بينظر إلى مصالحه بصفة عم يعني الولايات المتحدة مثلا على سبيل المثال دايما كانت حتى لو هنضرب مثلا بأفريقيا والدكتور دايما كانت تقوم أو تأتي بنظم ذات أقلية زي مثلا بول كاجامي في رواندا ومصفيني في رواندا وغيرها دول من الأقليات فمدام النظام يشعر أنهم الأقلية يبقى محتاج إلى حماية هذه الحماية إما تكون من الشعب ياخد الشرعية الداخلية أو من خلال الأطراف الخارجية الولايات المتحدة تحديدا تسعى إلى تكوين شبكة كبيرة جدا من العلاقات مع النظم الحاكمة ومع الجيش بحيث لو النظام أراد أن يعني يخرج عن هذه التبعية فيكون الجيش هو يعني هو صمام الأمان في هذا الأمر الولايات المتحدة مثلا على سبيل المثال عمل برنامج اسمه برنامج الدولي العسكري للتعليم والتدريب أحد الدراسات بتقول أن تلتين الانقلابات الناجحة من سبعين لسنة 2010 عن حوالي 40 سنة تلتينها قاموا بيها ضباط تدربوا في هذا المعد وبالتالي أي شيء نحن نقول أي شيء أنه هو بدون موافقة سواء ضمنية أو صريحة من الولايات المتحدة يعني هذا أمر لأن فكرة أو ما عندهم فكرة التدخل لو هي الولايات المتحدة ترغب في التدخل حتى تدخل حتى مجر مجلس الأم زي ما حصل في العراق 2003 حتى مجر قرار مجلس الأم تدخلت وبعدين القرار يصدر لاحقا لكن كونها أنها ترى أن من مصالحها مع هذه النخبة يبقى فكرة التغاضي عن الديمقراطية وده مثلا كان يلعب لها مبارك لما كان أيام الإدارة الأمريكية لما كان تطلبوا بجراء انتخابات ديمقراطية كان يقول الديمقراطية حتى تأتي بالإخوان المسلمين بالضبط فسكتوا على هذا الأمر وهذا ربما يفسر حتى الموقف الأمريكي مثلا من الثورة المصرية يعني إدارة أوباما من رغم الدمقراطيين يعني كانوا إلى حد ما فكرة الديمقراطية وحول الإنسان مهتمين بيها لكن صدموا بالخروج أو الرغبة في الخروج على مبارك والأمر يعني الموقف الأمريكي من الثورة المصرية بتاعة 2011 كان موقف يعني غريب جدا يعني حتى يعني لما كلما كانوا يشعروا أن الشارع بيضغط خلص يقول تبنع تفرصة طيب يفوض لعمر سليمان وهكذا في لما حصل بقى في 2013 اتضح الموقف العكسي وفجئنا بالتصريح الشهي لجون كيري بيقول أن الجيش استعادت ديمقراطية في مصر أي ديمقراطية طبعا مش عارفة تعطيب دكتور ربراين نعم الجدل بين الدور الداخلي أو الخارجي في هذه الأزمات هو جدل لا ينتهي حقيقة ونستمر فيه لا أحد ينكر دور العامل الخارجي في القضاء على هذه الثورات ودعم الجيش المؤسسات العسكرية ولكن أنا باعتقادي أن المشكلة تبدأ من الداخل بالأساس إذا لم يكن هناك مشكلة بالداخل العامل الخارجي لا يستطيع أن يتدخل ولا يستطيع أن يدخل خابلية من الداخل للتدخل فحتى يكون هناك تدخل أمريكي يجب أن يكون عندنا حفتر وسيسي وإلى آخره من القيادات العسكرية التي وإلى آخره أو تصلى دكتور المشكلة في هذه الأمريكية الدور العامل الخارجي هو نعم عزز هذا الموضوع خصوصا له فيما يسمى يؤمن بانطلاقات نظرية تقوم على ما يسمى نظرية الرجل القوي أو سترونجمان ثيري التي تؤمن بأن هناك يجب دعم عسكري قوي بأحد في هذه البلدان حتى يحافظ على الأمن والمصالح الخارجية في هذه الدول فالمنطلاق هو منطلاق أمني بالأساس لكن هذه النظرية تنطبق يعني يطبقونها علينا ولا يطبقونها على بلدانهم والشعب بالتأكيد هي تنطبق علينا فقط ولهذا السبب أنه دون أن تدخل اللي هو في حوار الثوار والمجتمع المدني والحركات الديمقراطية والتحرورية في السودان وفي الجزائر يعني تلجأ إلى وجود كلها تتراجع أمام مصالح مصالح فهذا العامل الخارجي هو يدخل بكوة على مشاكل موجودة عندنا وهذا التلاحم ما بين التدخل الخارجي الذي ينطلق من المنطلقات أمنية بحتة يستطيع بحرف الثورات عن مصارها والقضاء عليها وبالنهاي إعادة العسكر إعادة المؤسسة العسكرية إلى خدمة المصالح الأجنبية كما نرى في الدول العربية أعود لك دكتور بدر الشافة وأنت لديك كتابات كثيرة في مسألة تحول غالبية الجيوش العربية إلى كينات أمنية ومؤسسات اقتصادية كيف حصل هذا التحول طبعا لها أسباب عديدة يعني الجيش أساسا الجيش الاحترافي هو مهمته الأمن والأمن الخارجي وليس الأمن الداخلي وهنا نفرق طبعا ما بين قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن والجيش ودايما أحيانا تعامل النظام السياسي مع أي منهما يقرب طرف على حساب طرف يجعل الطرف الآخر يبقى ضد النظام يعني زي في تونس مثلا كان الاعتماد بالأساس على الأمن فربما بزارة الداخلية بزارة الداخلية الأمن هنا ما هو أنه الأمن جهاز مدني على فكرة لكن احنا دايما نقول الأمن بنقليطه بالجيش لكن القوات المسلحة اللي هي المهمة المكلفة بالحدود فهنا حسب الرؤية بعض النظم بتعمل إيه عشان تكسب ولاء هؤلاء المؤسسة العسكرية اللي هي السترونجمان فيوجد له مصالح اقتصادية مصالح اقتصادية فيوزع له بالضبط كده زي السادات لو نلاحظ طبعا كان فيه دور اقتصادي من أيام جمال عبد الناصر ولكن كان الجيش في الحالة دي كان يقوم بإعادة توزيع الثروة اللي بعد عمليات التأمين يعني هو كان دوره هو موزع للثورة وليس ملك للثورة بعد كده هو الملك للثورة في التطورات النهائية فالسادات مع 79 مع اتفاقية السلام وخلاص ما فيه حرب مع اسرائيل وهي العدو رقم واحد طب الجيش هنعمل ايه هيحصل في دعم عسكري او المعونة الامريكية سواء بجانبه العسكري او الاقتصادي لكن طب هنعمل الجيش ايه هنخفض الميزانية فكرة ليتعرض هذا مع فكرة محورية ويعني هامة جدا هي التي تمنح العسكرة عموما هذا الالقة في ذانية وفكر الشعوب العربية وهي العقيدة القتالية لا هو ما فيه حرب هو مش هيخلق حرب تمام لكن يشغله بايه يعني هو لابد ان هو يجد له امتيازات فيعمله يعني استعادة عن القتال والحرب ما فيه حرب فعلا بالمصالح ما انا بقول لحدوثك في سنة 79 بعد توقيع اتفاقية السلام استداد عمل الجهاز الخدمة الوطنية لقوات المسلحة كانت الهدف الاساسي يعني في القانون اللي هو طالع 79 يعني في نفس ان هو ان يحصل اتفاق ذاتي عشان يعني الجيش الجيش شوف البداية الجميلة يغذي نفسه طب فكرة جميلة ويقول لك عشان حتى نواجه قوة السوق يعني اللي هو السوق الوطني بعد جدا حصل توسع كبير جدا اولا هذا الجهاز بقى كل مشاريع الدولة من خلاله كل التنفيذ من خلاله كل خطاعات الاقتصادية تقريبا دخلها دخلها الجيش يتبع وزارة الدفاع ليس هناك رقابة برلمانية عليه ثم ابتدأ يتمدد يتمدد وصلنا في عهد مبارك وطبعا كان دور وزارة الدفاع اللي هو حسين طنطاوي ليه دور كبير في ان هو توسيع الجيش ان كانت نسبة العسكر اللي في الحياة المدنية تضعفت عشرين ضعف عما كانت في عهد السادات ثم تمددت حتى هذه اللحظة اخر حاجة في مصر 2015 قانون بيعفاءهم من الضرائب العقرية ان اي املاك محتاجنها عشان يقيموا مؤسسات ان يأخذوها ولا يدفعوا لخزانة الدولة مقابل لها 579 مؤسسة عسكرية تم إعفاءها من كل الضرائب ومن كل شيء وبالتالي هنا الجيش اصبح مش فقط بيلعب دور اقتصادي ده انت هنا بتدمر القطاع الخاص لا وتنافس لا ما نقول حدك تدمره تدمره اصبح القطاع الخاص لان اما لا يجي تشغل او يخش فكرة المؤولة ان الجيش ياخد سنعود الى هذا المحور نظرا لأهمياتي الشديدة ونستكمل نقاشنا حول في العالم العربي بعد فاصل قصير ارجو ان تبقوا معنا اهلا بكم من جديد ومشاهدين هذه الحلقة من تقدير موقف نناقش فيها العلاقة الاشكالية بين المؤسسة العسكرية والسياسة في ظل الموجة الجديدة من الثورات العربية والانقلابات العسكرية دكتور حسن الحاج علي يعني لوحظ التحول ايضا من فكرة العدو الخارجي ومواجهة العدو الخارجي تدعمها عقيدة راسخة في بلدان العربية الى دور اخر يعني يكتفي بمحاربة ما يسمى الارهاب هل هذا كان اختيار من داخل المؤسسات العسكرية في جل الدول العربية ام دفعت اليه دفعا باعاز من الخارج انا حاجة ابدأ بانه يعني التحول للامنة الداخلية مكافحة الارهاب جات تتويج لعملية بدأت قبل يعني حصل تحول في عدد من الجيوش الى ما يسمى الان بالمهنية الجديدة بمعنى ان المهنية القديمة للجيش كانت مقابلة العدو الخارجي الان اصبح الجيش امتلك مهنة جديدة اضافية اللي هي التعامل مع المهددات الداخلية للانظمة بعد ان كانت العقيدة لعدد من الدول مثل مصر و سوريا هي مجابعة العدو الاساسي اسرائيل تم توقيع اتفاق ياسسلام وبالتالي تحول هذا العدو الى عدو داخلي الانظمة اصبح تخاف على نفسها وبالتالي اصبح يستخدم الجيش في قمع التحولات الداخلية هذا حدث في سوريا 82 حدث في مصر ايضا في داخليا ثم بعد ذلك جاء موضوع الارهاب تتويجا لهذا التحول الداخلي معزز برؤية خارجية انه اصبح الان العدو الاول للسلام العالمي هو الارهاب الدولي وبالتالي كلفت هذه الجيوش كلفت هذه الجيوش بذلك بعاد الصياغة العقيدة وذلك ويعني هذا عزز من دور هذه الانظمة داخليا واصبح الان كثير من الدعم سواء كان حتى الدعم التنموي اصبح الان عنده هذا البعد الامني لانه اصبح ينظر مثلا للفقر ليس بوصه يعني حرمانا لقطيع شريحة من المواطنين لكن اصبح هذا يفضي الى التطرف يفضي الى عاملا امنيا عاملا امنيا وبالتالي يعني تداخلت حتى الدعم التنووي مع الدعم العسكري يعني كيفية رفع قدرات الانظمة الامنية والعسكرية في البددان المختلفة لتدعمل مع النوعين تدعمل مع الفقر واشكالاته وتدعمل مع ما يفضي اليه من ارهاب وبالتالي تمت امننا تحت الدعم التنموي يعني اخذ هذه الصبغة الامنية ولانه اصبح يعني حاجس في ذلك وليس هذا فقط لكن ايضا هناك بعد الآن خارجي يعني عندما ننظر الى السودان او الى الجزائر سبيل المثال اصبحت تحارب الان في منطقة السحر الافريقي لانه هذه تشكل تهديدا لها وحتى في ليبيا وبالتالي اصبح عندنا الان ليست دولة فقط الدولة القومية القديمة تجوزت حدود الدولة القطرية دعم تجوزت حدود الدولة القطرية واصبح هناك منظمات تعمل وميليشيات تستخدم طيب كيف لا نسمع اصوات يعني اتحول الى دكتور ابراهيم فريحات اصوات تندد بهذا التجاوز للحدود الداخلية الحدود الدولة القطرية مثلا كما ذكر الدكتور حسن الحاج علي جزائر الجيش الليبي ايضا يصل الى حدود عفوا الجيش المصري يصل الى حدود ليبيا ومالي وتشاد بذريعة انه يعني يمنع وصول الارهابيين الى مصر هل هذا مقبول ضمنيا هذا اللي هو ما اسميه بتأثير النظام الدولي طبيعة النظام الدولي وتأثيره على الخصوصيات المحلية ودعيني اشرح لبعد 2001 بعد احداث ايلول صار فيه هناك اللي هو ناتج عن الحمل الامنية العالمية التي قادتها الولايات المتحدة انه فيه هناك حركة كونية على مستوى الانظم الرسمية في العالم اللي هو بمحاربة الارهاب وتآكلت مع هذه الحركة الخصوصيات المحلية بمعنى انه اذا كانت هذه الخصوصيات تراعي او تدعم او تحتمل وجود نوع من الحركات الارهابية فهذا اوجب تدخل خارجي من ناتج عن هذه الحركة التي لحقت بعد 2001 فاذا كل الخصوصيات انهارت تكهقرت وهذا ادى امام هذا المد العالمي الامني الذي اطلق الحمل بالقضاء على الارهاب اينما كان فتحت هذا الشعار اصبح كل شيء مباح بمعنى اختراق الحدود في مالي يعني رأينا تدخل عسكري فرنسي في مالي ولم يحرك اي طرف اي ساكن يعني لا اتحاد افريقي ولا اي منظومة اخرى اصبح كل شيء مبرر الخطورة في الانظمة السلطوية الدكتاتورية انها تتأقلم وتتكيف مع هذه الحركات من اجل المحافظة وتبدو كأنها تتعاون فيما بينها وتصبح جزء من هذا التشريع الدولي الذي نتج بعد 2001 هي اصبحت عوامل قوية وعوامل محورية يعني النظام المصري بعد 2001 هو اكتسب اهمية خاصة في محاربة الارهاب في العالم العربي واصبح ركن اساسي اصبح يبرر له بقضايا كثيرة يعني سمعنا في اكثر من خطاب من اعلى مستوى دعوة للعالم الى دعم جهود الجيش المصري يعني سمعنا عبارة بالحرف نحن نواجه الارهاب بمفردنا نعم اصلا بعد 2001 العلاقات الامريكية مع النظام المصري كانت احد ركائزها هي الدور اقليني مصري في ملاحقة الارهاب في العالم العربي وفي شمال افريقيا نيابة عن امريكا مثلا نيابة عن امريكا لامجموعة من الاسباب من ضمنها اللي هو خبرة العسكر في مصر في هذا الجانب وشرعية التدخل لان التدخل الخارجي العسكري عندما يأتي من الخارج يثير نعرات او مشاعر عفوا داخلية في هذه الدول ولكن عندما يكون جيش عربي او تحرك يكون مكبول الى حد كبير فهذه الحركة هي تأقلمت او جعلت الانظمة تتأقلم وتخدم مصالحها وتستكر وتستفيد وتعيد صياغة عقيدتها الامنية بحيث تخدم المرحلة القادمة بالمناسبة معظم الدعم العسكري الذي جاء لليمن على سبيل المثال بعد 2001 هو كان يقوم على محاربة الارهاب وطبعا علي عبدالله صالح استفاد من هذه الدعم العسكري الذي تلقاه بعد 2001 لمحاربة تحت شعار محاربة القاعدة في أبيان وفي الجنوب وإلى آخره وحافظ على نفسه واستمر وإلى آخره فأصبحت العقيدة مشوهة العقيدة مشوهة وتغيرت ملال مع العدو أيضا نعم للجيش العربية بحيث صارت بدل اللي هو كما تذكر الدكتور أن فيه هناك عدو خارجي مركزي هو إسرائيل كيان صهيوني ناخر صار فيه عدو داخلي وهذا إشغال هذه الجيوش لتقوية العسكر وخدمة الأنظمة قبل أن نغلق هذا المحور سريعا دكتور بدر الشافعي أريد أن تؤكد أن كانت هذه الأرقام والمعطيات دقيقة أم لا تقارير تتحدث عن أن الجيش المصري يملك 87% من أرض مصر وأكثر من ثلث قطاع الأعمال يعني ينشط فيها وينافس كما ذكرت إضافة إلى مبلغ مليار فاصل ثلاثة دولار مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية السنوية لا طبعا الرقم الأخير صحيح المساعدة التي تحصل عليها مصر بمجر باتفاق قم ديفيد وهي 1.3 من 10 800 و500 لكن باقي الأرقام أنا مجهولة المصدر الحجم النشاط الاقتصادي لا يستطيع أحد أن يعرفه ودي كانت إشكالية دايما في تعامل المؤسسة العسكرية مع النظم المفروضة المدنية أو التي جاءت بعد الثورات يعني كانت أحد إشكالية كبيرة أنه هو موزنة الجيش من الذي له أن يعرف موزنة الجيش موزنة عسكرية لا هيك على الجانب الاقتصادي المفروض أساسا الجيش لا يكون له دور اقتصادي ويكون الموزنة العسكرية كانوا بيرفضوا رفضا شديدا حتى أن يقوم حتى لجنة الدفاع والأمن كنت رأس أسألك يفترض أن توجد أن هناك شيء يسمى لجنة الدفاع داخل القرلم من مهامها الرقابة ورقابة الميزانية وأيضا أدوار الجيش خاصة في الداخل وذفطرة كما يقول في الخارج هل تؤدي حقيقة هذه الوظيفة لا لأنه كانوا يرفضوا حتى من هذه اللجنة كما قلت الحضر لكن أحد البدائل المطروحة هم دايما يتعللوا بفكرة الأمن القومي ونذي أسرار عسكرية لكن هؤلاء ممثلوا للشعب ولجنة الدفاع وأمن ولا بد أن هم يعرفون نحقق أو نجمع ما بين فكرة الأمن القومي وفكرة الشفافية زي في كل دول العالم لكن هم يرفضوا هذا الأمر أنا بس هقول لحضرتك طبعا في أرقام كثيرة في هذا الأمر ومجولة المصدر الرئيس السي سي لما قالوا من موازنة من 30 إلى 40 الجانب اقتصادي أو حجم النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة من 30 إلى 40% بعض التقارير زي التقارير طلعوا وقال أنها لا تزيد عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة وبالتالي هناك يعني محاولة تقليل هذا الدول لكن الشاهد للعيان أن كل المشاريع الكبرى تعطى للجيش الآن تفريع قناة السويس مشروع القاهرة الجديدة أو العاصمة الجديدة يعني الحديث عن يبدأ من الأتات المنزلة إلى العتاد العسكري إلى السياح إلى الزراعة يعني ينشط فيكم أنا أقول لحضرك حاجة المجلس العسكري لما في ثورة يناير وكان طبعا فيه قلاق له ووضع اتصالي كان سيء قام بدعم أو بدخ حوالي مليار جنيه من موازنته الخاصة لدعم البلد فبالتالي هذا يشير أن الجيش له ميزانية وميزانية ليست هينة وزي ما أقول لحضرك أنه دخله حتى في جانب الاستثمار مع أطراف خارجية يعني التعديلات حصلت في القانون أن يجوز للمؤسسة العسكرية أن يتبقى شريك مع مستثمر أجنبي فبالتالي هذه كلها المشاهد للعيان مع زي ما أقول لحضرك إعفاء من الضرائب والضرائب العقارية وإعفاء من الجمارك وغيرها فأصبح كل شيء فكرة الاستثراء العسكرية اللي هي ربما وجه من أوجه إغراء العموم المصريين للخدمة العسكرية بعدما لوحد عزوف كبير عن التجنيد الإلزامي هي طبعا هي لها أكثر يعني ليه أكثر من فائدة أولا أن المواطن لما يلاقي أن الحاجة بيأخذها من القوات أو الخدمة من القوات المسلحة أفضل من القطاع الخاص وأوفر فهو بيستفيد لكن في المقابل أنت بتضرب القطاع الاقتصاد اللي هو أيضا جزء وشريحة من الكبيرة من المجتمع وأنه أنت بتقالدي إلى تقليص الجانب الاقتصادي بتاع البلد وحصره في الجيش فقط الأمر الآخر هي فكرة الولاء وضمان الولاء وأن يكون الجيش لا يفكر دائما في الخروج على النظام أنه منذ الوقت هو مستفيد ومستفيد بصورة كبيرة جدا ويزي ما أقول حديث هذه عقيدة متوارثة من أيام عبد الناصر كان بصورة أقل ثم السادات ثم انتشر بصورة كبيرة أوي في عهد مبارك أن كل من هو خارج الخدمة أنه مش فقط يرأس مجلس إدارتها وإمكانية أنه يساهم فيها كل أسهم ويسيطر عليها فبالتالي كل هذه التسهيلات من أجل فلما يجي حد يجي نتكلم على منزانية الجيش أو الإطاحة بالنظام أو الجيش أول واحد سيقف ضده وزي ما أقولنا زي دالة اللي خلى الجيش يقف ضد مبارك في موضوع التوريس وضد الجمهات من المحظورات تقريبا دكتور حسن الحاج علي كيف تجاوزت السياسة الغربية معضلة ما يعرف بالعلاقات المدنية العسكرية كيف نجحت في ذلك أنا أذكر هنا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية فعندما كان هناك نغاش حول الدستور الأمريكي يعني برز جدال يعني بين ما سمي بالنسبة للأمريكان الآباء المؤسسون هناك أصلا تخوف من الدولة الكبرى الحكومة الكبيرة عند المؤسسين هم يريدون حكومة صغيرة من ضمن هذا النغاش برز هل ينبغي أن تكون الولايات المتحدة جيش نظامي مستمر أم يكون هناك مليشيا مؤقتة تستدعى وقت ما طلبت الحاجة ف يعني ما تم التوافق عليه في الدستور أنه الكونغرس الأمريكي هو الذي ينشي ويمول الجيش هذا الجيش الدائم لكن في نفس الوقت الرئيس هو الغائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي كأنما الدستور الأمريكي قسم الوظفتين الأساسيتين الإنشاء والدعم لجهة والقيادة لجهة أخرى من الحكومة وذلك خوفا من أن تتغول يعني مؤسسة مثل المؤسسة الأمريكية العسكرية على الحكومة وبالتالي تم هذا الفصل الفصل كما يفصل بين السلطات الثلاث نعم لكن الأهم منه أنه هناك أصبح تقليد متوارث أن الجيش مهمة الأساسية هو الدفاع عن المهدات الخارجية للبلاد هذا الأمر لكن لم يستمر طويلا جاءت الحرب العالمية الثانية وتوارثت فيها أمريكا بدرجة كبيرة يستدعى هذا الأمر جيش ضخم بإمكانيات وقدرات تقنية عالية مما تولد عنه ما سمي بالمجمع العسكري الصناعي السياسي الذي أصبح عند رأي الكثيرين هو الذي يؤثر تأثيرا بالغا في السياسة الأمريكية وبالتالي أضحى الجيش لا يباشر التدخل المباشر كما هو الحال عندنا لكن يؤثر على صنع الغرار وأصبح للجيش مصالح خاصة به أيضا يدافع عنها بالنسبة للقيادة الأمريكية وبالتالي في كثير من الأحيان نلاحظ أنه الرئيس يزيد الإنفاق العسكري هذا في صالح القوات المسلحة وفي صالح المجمع الصناعي أيضا المرتبط اتباطا وثيقا بالجيش الأمريكي ولا يتمكن من تحقيق ذلك إلا بالعودة إلى لجنة 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 لكن أيضا الجهة التشريعية ليست تعمل في فراق الجهة التشريعية ونظام الأمره يقوم على هذه الضغوط الجماعات الكثيرة الضغطة اللوبيس المختلفة بما فيها اللوبي بتاع صناعة السلاح الذي ينشئ مصانع في مناطق نواب الكونغرس خاصة نائب مجلس النواب فترة سنتين هو في هذه السنة انتخب اليوم يبدأ مباشرة حملة انتخابية يبدأ في جمع الأموال وتؤثر هذه الشركات كما نعلم جميعا تأثيرا بارقا وبالتالي المظهر العام أن هذا كونغرس محايد يزعى للصالح العام لكن هذا ليس دقيقا في ظل توازنات اللوبيس المختلفة الموجودة النقطة الأخيرة في هذا الصدد أنه في الفترة الأخيرة في الدول الغربية أصبحت الجيوش تشارك في إعادة البناء في عدد من الدول الخاصة الجيش الأمريكي يشارك في إعادة البناء في أفغانستان يشارك في العراق واستقلب مدنيين دخل في عمل مع مدنيين في هذه البلدان وبالتالي النقاش الآن الذي يدور في الولايات المتحدة الأمريكية أين الفاصل بينما هو عسكري وهو مدني إذا كان الجيش أصبح الآن يتطلع بمهام أمنية إعادة بناء تكوين حكومات وهذه ليست أصلا من واجبه فهذا أدى إلى تغيير أيضا في العلاقة ما بين الجيش وبين القطاع الأمني المدني بصورة عامة دكتور إبراهيم فريحات ما الذي يمنع وقوع انقلابات في الدول الغربية بشكل عام رغم كل العواصف السياسية والاجتماعية التي تمر بها هذه البلدان ونساهدها ونسمع عنها ما الذي يمنع ذلك يعني أنا لاحظت أنه أنت مهتم بالتاريخ ليلة فسألت عن التاريخ فهو الإجابي على هذا السؤال هو جاء نتيجة سيرورة تاريخية حقيقة اللي هو لتطور الحقوق في أوروبا وبناء للعلاقة ما بين المجتمع والدولي فالإجابي هي ببساطة وهو ما نفتقده في العالم العربي أن هناك عقد اجتماعي عقد اجتماعي ما بين المجتمع والدولي في هذه البلدان وهو مختلف عن العقد الاجتماعي الموجود في بلادنا بحيث أن العقدنا الاجتماعي هو هو مركزي الجيوش التي تفرض نفسها ولا يوجد موافقة من المواطن المواطن الأوروبي والمجتمع الأوروبي خاض ثورات ونضالات طويلة سواء كانت ثورة فرنسية أحداث 1840 وإلى آخر استطاعت أن ترسم هذه العلاقة بأن العقد الاجتماعي يحدد لكل صلاحياته وينتج عنه أهم عامل هو عامل المسائلي للدولة من قبل البجتمع ووجود كوة تشريعية الذي نتج عنه هو فصل للسلطات ثلاث سلطات تعمل كل منها بشكل مستقل هل يصح وصف هذه الجيوش في الغرب الجيوش الديمقراطية فهذا حول هذا حول الجيش إلى عبارة عن مؤسسة مؤسسة ضمن جهاز تنفيذي له حدوده عندما يحاول أن يجتاز الجهاز التنفيذي حدوده تنهض الكوة التشريعية بكوة وتوقف عند حده لاحظي على سبيل المثال بالتطور الأخير عندما قام ترامب ببيع أسلحة للإمارات والسعودية والأردن بثماني مليار دون المرور بالكونغرس قامت ثورة في داخل الكونغرس الذي هو الكوة التشريعية لم تهدأ حتى هذه اللحظة على اعتبار أن هناك رقابة تشريعية هي تعيد الجيش وتعيد المؤسسة التنفيذية إلى الرأس فإذن هذا أنت سمتي جيوش ديمقراطية أنا أسميها جيوش مهنية جيوش مهنية هذا ولد جيوش مهنية تلتزم بمهمتها الأصلية مهم جدا ليلة أنه نعرف عن المؤسسة العسكرية أن الكوة تغوي وإذا وجد السلطة الجيش في المؤسسة العسكرية فيها الكوة فإنها ستفزن فإنها ستتران فالجيش لا يسلم بالسلطة طواعية الجيش يضحر إلى مكانه الطبيعي إلى حدوده ضمن المؤسسة المهنية التي يقوم بها في حماية البلاد وهذا بالمناسبة هو ما يضحر الجيش ويعيده إلى فكناته وإلى دوره العسكرية هو النضال الشعبي نضال المواطنين الثورات التي نسميها من البطم أب من الداخل المجتمع من القاعدة إلى القمة بالمناسبة ولهذا رغم هناك حالي من التشاؤم في ثورات العالم العربي لكن أنت لست متشاؤم أنا متفائل جدا فيها ولدي أكثر من شاهد على هذا الأمر واحد أن الجيش أو المؤسسة العسكرية في العالم العربي لم تحجيمه بشكل كامل ولكن تندحر لحدود معينة والدليل على ذلك أن المؤسسة الأسكرية الجيش هو أقال الرؤساء في الجزائر والسودان في الوقت الحالي ولم يستطع تعيين الرؤساء هناك قوة جماهيرية ما زالت تكافح وصلت بنا لنهاية هذا النقاش الذي مر بسرعة ولم يبرز عندنا صدام حسين جديد ولا جمال عبد الناصر جديد ولا قداف ولن يبرز وهذا دليل على تراجع دور المؤسسة العسكرية في العالم العربي وإذا استمرت الشعوب العربية بكفاحة من القاعدة إلى الكمي سيعود الجيش إلى ثقنات سيعود سيعيد بالضرورة الجيش ويبني عقد اجتماعي وهو ما نفتقد إليه في العالم دكتور بدر الشافع في ثلاثين ثانية المآلات المحتملة برأيك للموجة الجديدة من الانقلابات العسكرية في الدول العربية هي ممكن هذه الموجة تنجح لو كان في فعلا ثورة فيها لها كيان ومتفقة على أسس وبتعمل رسائل تطمينات للجيش تحديدا عشان تجذب القوى الأخرى فيه ويكون متكتفة مع المجتمع المدني لأن الجيش يستأسد في ضد لضعف هؤلاء عندنا ثلاث أركان السلطة والجيش والمؤسسة السياسية أو المجتمع المدني والأحزاب السياسية لو وجد الجيش فيه ضعف صعب جدا أنه هو يفرد في السلطة آخر حاجة نختم بيها إحصائية بتقول أنه هو في الفترة الانقلابات من 1945 إلى 2008 217 انقلاب اللي نجح فيهم أنه إعادة النظام ديمقراطي 14 فخر لأنه يتوقف على إيه أنت انقلابت ضد مين وكلما كان النظام اللي أنت انقلابت عليه نظام ديمقراطي صعب أنه يرجع تاني أو الجيش يقبل بالعودة إلى سكناتي وبالتالي بنقول أن رمانة الميزان في هذه القوى السياسية والقوى المجتمعية والمجتمع المدني طاقة المجتمع لو وجد ضعف سيبخل دكتور حسن الحاج علي يعني ما يبدو تعففا في حالتي السودان والجزائر من العسكريين عن الإمساك بالسلطة هل هو صادق وحقيقي أم ربما نوع من المسايرة اللي يكسب الوقت ربما لاحقا قد يتغير الوضع ولا أنا أعتقد أنه هذا حقيقي لأنه قوة الشارع قوة هائلة وضغط هائل من الشارع وهذا الشارع لا يمكن أن يتراجع بعد تضحيات كثيرة عدد من الشهداء الذين قتلوا خاصة في السودان يعني وأيضا قياسا على التاريخ هذا تكرر في السودان أيضا يعني تكرر 64 تكرر 85 يعني حكومة عسكرية خاصة في 85 التزمت بسنة واحدة ثم سلمت للسلطة فهذه لا يخيف أي منكم ما يسمى الآن بالهلال العسكري في شمال أفريقيا يعني لن يكتمل مؤقت أنا خايف حتى في السودان نفسه أن الديمقراطية في السودان بتاتب انقلابات والتاريخ بيقول كده 64 69 جاء من قلاب 85 89 جاء من قلاب إحنا العسكر لم يسلم في السودان حتى هذه اللحظة وفي الجزائر ربما بيرتب شيء لولا بس الموقف الفرنسي فهو بيجاهز شيء عشان كده دايما حريص على إتمام الانتخابات كلما كان العسكر حريص على الديمقراطية معنى أنه ضد الديمقراطية مخيف أم غير مخيف دكتور إبرايم أنا بالنسبة لي غير مخيف لأنه بالمناسبة من الممكن أن يحقق انتصارات لكن أنا بوعدك أنه هذه الانتصارات هي آنية على المستوى الشرطة على المستوى القصير ممكن أن ينجح أنا لا أقول بأنه سيهزم حاليا بالضرورة ولكن إذا نظرنا إلى العلاقة التاريخية من مرحلة ما بعد الاستعمار حتى هذه اللحظة بعض الشعوب تدعم الجيش يا دكتور إبراهيم فريحات لا لا الدور العسكري هو بتراجع 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 كبير وإذا قد نكون نشهد آخر بالمناسبة اللي هي سيطرة عسكرية من الجمعات سنتابعه ونرى شكرا لحضوركم شكرا لحضوركم مشاهدينا في الختام لا يسعوني نعشق الرضيوفي هنا في سوديو الدوحة دكتور بدر الشافعي أستاذ العلومة السياسية دكتور إبراهيم فريحات أستاذ نزاعات الدولية في معد الدوحة للدراسات العليا والدكتور حسن الحاج علي أستاذ العلوم السياسية كليات الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم وشكرا موصول لكم شكرا لمتابعتكم هذه تحية لكم أينما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة